في الدرس السابق تحدثنا عن الماك فونكشن وعملنا بعض الأمثلة على هذا الموضوع في هذا الدرس راح أعطيكم مثال آخر عن الماك فونكشن أفتح الاسكريبت.js هذا الفايل عملناه في الدرس السابق أعمل نيو فونكشن أسمي connect to db هذا الفونكشن يأخذ اثنين بارامتر number وconnect هذا النمبر لازم يكون من نوع number وهذا الكنكشن لازم يكون فونكشن على سبيل المثال هذا الفونكشن الكنكشن اللي عدنا في بارامتر يعمل كونكشن مع قاعدة البيانات هنا أريد أكتب شرط if number كان واحد اعمل رام لكونكشن فهذا الفونكشن شنو شغله؟ يأخذ number وكونكشن كبارامتر إذا كان النمبر واحد فأعمل رام لهذا الفونكشن وهذا الفونكشن على سبيل المثال يعمل كونكشن مع قاعدة البيانات وإذا النمبر ما كان واحد فهذا الif ما رح يشتغل وما رح يعمل الكنكشن مع قاعدة البيانات جميل أعمل export module.export connect to db الخطوة الأولى لازم نشوف كم execution path عدنا هنا عدنا حالتين الحالة الأولى شنو إذا كان النمبر واحد فهذا الفونكشن رح يشتغل الكنكت هذه هي الحالة الأولى الحالة الثانية شنو إذا النمبر ما كان واحد فهذا الكنكت ما رح يشتغل فعدنا حالتين في هذا الفونكشن يعني لازم أني أعمل اثنين تيست على هذا الفونكشن أفتح الاسكريبتة تيست require src script أريد الكنكتو db هذا الdescribe من الدرس السابق أسد هذا وأعمل new describe describe connect to db شوي أنزل أكتب التيست should connect to db if number is one في هذا التيست نريد نعمل check بأن إذا كان النمبر واحد فهذا الفونكشن لازم يعمل الكنكشن مع قاعدة البيانات فهنا أول شيء أعمل run لكنكتو db وهذا يتوقع مني اثنين أشياء النمبر والكنكتفونكشن أعطيه النمبر وفي الأرجومنت الثاني يتوقع مني الكنكتفونكشن والكنكتفونكشن لازم يتعامل مع قاعدة البيانات على سبيل المثال ولكن هنا أنا أريد أعمل unit test ما أريد أتعامل مع قاعدة البيانات أنا فقط هنا أريد أعمل check إذا النمبر كان واحد فالكنكتفونكشن لازم يشتغل فهنا الحال هو الماك فونكشن يعني نعمل fake فونكشن فهنا أكتب conost connect mock يساوي js.fn عمالة ماك فونكشن وأعطي هذا الفونكشن كارجومنت لكنكتو db وأقدر أعطي implementation لهذا الفونكشن أنا رح أكتب هنا يعمل return ل true جميل فإحنا من نعطي لconnect to db رقم واحد فنتوقع هذا الفونكشن يشتغل لأن هنا كتبنا إذا كان النمبر واحد هذا الكنكت لازم يشتغل فإحنا أكتب الأسيرشن مالتي expect connect mock.to have been called أتوقع الconnect mock.to have been called لأن أعطيت رقم واحد هزا يمكن تسأل ليش نعمل ماك فونكشن هذا الكنكتو db يتوقع منا فونكشن نقدر نعمل فونكشن اعتيادي ونعطي وهذا صحيح يعني أنا أكتب هنا فونكشن أسمي connect على سبيل المثال وبدلا من connect mock أعطي هذا الفونكشن طبعا إذا أعطي هذا الفونكشن كارجومنت هذا رح يشتغل عادي الكنكتو db رح يشتغل لأن يتوقع مني فونكشن ولكن ما رح أقدر أستخدم هذا الماتشر لأن هذا الماتشر فقط يشتغل على mock function ومنه اللي يعمل mock function جس.fn لهذا السبب نستخدم mock function ما نستخدم فونكشن اعتيادي أمسح هذا أفتح الترمينول npm test جميل تم pass لكل التست أعمل filter script should connect to db if number is one نرجع هذه الحالة الأولى الحالة الثانية شنو إذا النمبر ما كان واحد إذا النمبر ما كان واحد يعني هذا الفونكشن لازم ما يشتغل أعمل copy من هذا ctrl c وجواها فهنا أكتب should not connect to db if number is not one وهنا بدلا من واحد أعطي صفر من أعطي صفر يعني شنو يعني هذا لازم ما يشتغل لأن هنا في function ما كتبت إذا النمبر كان واحد أعمل run لهذا ولكن هنا النمبر صفر فهنا لازم أكتب expect connect mark dot not to have been called يعني خليت not قبل الماتشر أفتح terminal w تم pass للتست جميل هذه الفكرة كانت من هذا الدرس شكرا جزيلا لكم وأشوفكم في الدرس القادم ل jam أفتح وبعدم ترجمة نشاء بالض value سكر كتب المترجم الجو